في منطقة غرب مدينة خان يونس وبالتحديد في هذه المدرسة المدمرة بشكل جزئي هذه المدرسة تدمرت بفعل استهدافات متعددة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي ولكن على رغم من الدمار الكبير الذي حل بهذه المدرسة إلا أن العائلات لا زالت تعيش هنا ولا تعيش بإرادتها إنما مجبرة وصنعت أو أوجدت هذا الحل البديل السلم الحديد والمربط كما هو واضح أمامكم ببعض الأقمشة سنحاول أن نصعد إلى هذه العائلة طبعاً مشاهدين الكرام السلم متحرك ويشكل خطر شديد على الأشخاص الذين نزحوا ولجأوا إلى هذا المكان وبالتحديد الأطفال عندما نتحدث عن سلم مربط بهذا الشكل وبشكل تقليدي وسائل تقليدية أوجدتها هذه العائلات خطر شديد على الأطفال الصغار الذين يتواجدون ويصعدون بشكل يومي إلى هذا المكان السلام عليكم يعطيكم العافية كيف حالك؟ الحمد لله تمام إيش عايشين هنا أنتو بشكل دائم؟ الحمد لله عايشين كيف حياتكم حكي لنا؟ ماشي الحمد لله زي ما أنت شايفة الصاف قسمينه لغرفة لصالة لمطبخ لحمام يعني ممكن تورينا أكتر كيف عاملين فيه؟ هيا ناس زي نظام صالون للناس يعني هين ماشي نحنا لسه من نعم الحمام هنا نجل الجلي هنا يعني بشكل مؤقت يعني مخططين أنه يكون هاد الزاوية حمام في نفس المكان يعني نفس المكان وهنا الجلي والغسيل كيف بتجلو بس ممكن وإنه؟ هاي الجلي هان بنكب المياه تعطي الجلي هان بالجاردال أو هاي البرميل للمياه المالحة هنا الجلي بنخسي الغسيل هان هنا المطبخ نطبخ هان كل أشياء المطبخ هان وهنا زي غرفة زي غرفة نوم هيك مزام غرفة نوم يعني هو هو نفس المكان للنوم للغسيل للطبيخ للجلي لكل إشي كيف شايف الحياة هنا في هذا الصف المدرسة؟ هي مؤلمة شوي بس يعني الحمد لله واحد يحكي الحمد لله بس حياتكم أكيد قبل الحرب ما كانت زي هيك كيف كانت حياتكم قبل الحرب؟ كانت حلوة كتير كنا عايشنا حيات حلوة راحت كل شي راحت كل أحلامنا وكل راحت كل حاجة منا راحت دارنا وراحت كل أحبابنا راحت أختنا اللي استشهدات يخسرنا كل حاجة في الحرب هذي كنا مادسة بيت المقدسة جي لها هطلق في راسها بن قرنص يعني قرنص قتلها قدامكم؟ قدام عينا مشهد قدام عينا صار قدي عمرها كان أختك؟ قدام عشرين سنة كان الله في عونكم يعني إحنا لاحظنا أيضا إحنا طلعين على المدرسة يعني شبه مدمرة بشكل كبير كانت مدمرة كيف إجتكم فكرة أن تصنعوا الدرجة اللي شفناها هذا البسيط؟ قبل هيك كان في بردو ناس بالمدرسة عملوا درج فاخترعنا الفكرة منهم اشتركنا إحنا وجارنا بنفس الدرج فبابا حداد يعني له خبرة في الحدادة فجبنا وعملنا وصلنا بدرج واحد مشترك إحنا وجارنا بتحسي في خطر من طلع وننزل على الدرج؟ للصغار في خطر إن الدرج حديد بزحلك بيقع في فتحات بالدرج ففي خطر تحسي يعني لأنه مش لازم يكون الوضع صعب يمكن زي هيك معاكم بخصوص الدرج نصار معكم لصمح الله حوادث إنه أطفال سقطوا من على هذا الدرج أو إنه صار فيهم إشرة سمح الله؟ الهلال قريب من وديهم على الهلال يعني صارت قبل هيك؟ لا ما صارتش الحمد لله إن شاء الله بتصيرش يا رب أطفال كيف حالك؟ شو اسمك أنت؟ يوسف كل يوم يا يوسف أنت مكان لما بتيجي هنا على الصف تبعكم بتيجي كل يوم على هذا الدرج أه؟ لا أنا هناك يا صف كيف يكون الوضع؟ بتخاف وانت طالع عليه؟ نحن عاملين درج بالسطع نزلنا وعملنا وبتخاف وانت طالع ونزل عليه؟ ليس؟ عشان انت قوي؟ ما صال الله عنك ما صال الله عنك يعني وبالنسبة لهذا الباب هذا الباب من ألواح الصفيح باب قدرتوا أنتو تعملوه برضو؟ نحن عملنا باب ما لقناش خشب ولا إشي رحنا دبرنا حانا وجبنا زينك وعملنا باب نحن نحن نلاحظين أيضا بالصف كما نتابع مشاهدين الكرام لا يوجد أي جدران يعني هذه ألواح الصفيح هي طبعا مدمرة وبها كثير من الأضرار وأيضا فيها فتحات كثيرة كيف هيكون الوضع بكرة لما إذا مطرت الدنيا كيف هيكون الوضع بالنسبة لكم؟ هيكون صعب يعني هندبر حانا يعني نجيب نشوف شادر من الجامعيات أو بشي وبندبر حانا حب الآن يمكن في ساعات المساء إحنا لأنه اقترب فصل الشتاء بكون الجو في شوية برودة كيف بيكون الوضع عندكم بالليل لما بكون الجو شوي بارد؟ وكل وعينا تحكى الردمية بكون جو ساقة صحيح وعينا كلها رحت في الدار يعني وين بيتكم؟ في العقاد مقصف؟ آه كله راح ندمر وأجار ما كدرتوا تطلعوا أي شيء من البيت أو تأخدوا معاكم أغراض مثلا؟ نطلع بس يعني مش أشياء كثيرة الردم كثير فلما بدك تطلع أي شيء مزعة يعني مش أشي حالك فيها من كاتب هذا الكلام على السبورة هنا؟ هل تقرأي لنا إيش الجمل التي تكتبها هنا؟ هذه الفوق والأتحدي هنا الوسط قمر غفى والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل تصنع السلام ودموعنا في الليل تصنع السلام هاي مقطع من أنشودة مين بتقصدي قمر غفى؟ أختين استشهدت أختك؟ أختك الكبيرة هي؟ أكبر واحد فينا استشهدت في الحرب هذه مم قدامكم استشهدت؟ كنا بمدرسة بيت المقدس كان فيه صوت دخنار وهذا زي كل يوم فكرناها عادي فهي سمعت صوت طلق قريب قالت درح أشوفون هذا الطلق فلما أجت روح قلت لها لا خليك بابا هاي زاعة قلت لي لا هاي نجاية وتعتب خديني معا قلت لي لا خليك أنا هاي نجاية هي راحت أنا وأختي المتجاوزة تصوبنا بعد ما إحنا تصوبنا هي عطونا ترمت على المطرح جلتها طلق براسة ترمت على المطرح اسمها منار فقدوها ع ناصر قالوا إن فيها نفس بسي يعني ميتة بسينا فيها نفس حركة الالجال بس الشغالة فتاني يوم قالوا استشهدة جلنا ننتفنها قالوا اليهود عباب ناصر فطلعنا وسب نهب في التلاجات فلما طلعوا اليهود انسحبوا رجعنا عشان ناخدها ما لقنهاش حفروا الجسس اللي دفنوها بالمستشفى مرقناش معاهم لهالقيت هي ما بقودها مش عارفين هي وين لهالقيت ما ما دفنتوها ما في إلها أي قبر شو رسالتك شو نفسك نفسنا اللقية هنتفنها بأيدينا على قل هي مش هترجع بس ننتفنها بأيدينا نروحي لها نزورها نقر على الفاتحة إلا يعني شوفي وين ننتفنها بأيدينا كان الله في عونكم يعني تفضلي شعري أحكي يا نادي يا زهرة نبتت وتساقطت بين أوراق الشجر وأريج عطرك أختي ملأ الصحار والخضر يا من تركت لنا الحياة لترحل للفردوس ما أجمل القدر يا من أنت لنا بالليال الظلمة ولناك ذوء القمر كلماتك وابتسامتك أختي هي أغلى من الضرر بتوغل الأعداء في الأرض الجريحة في حرر قتلوك أختي برصاصة وسالت دماؤك كالبحر وارتقيت شهيدة ويا لطيب الخضر يا من شعدت روحك العلياء في حوار طير خضر أختي سيرتك عالية بين البشر ربنا يرحمها ربنا يرحمها إن شاء الله يصبركم وكان الله في عونكم يعني كما نتابع مشاهدين الكرام يعني كانت النية أن نرصد أوضاع هذه العائلة أوضاع صعبة تعيشها وسائل تقليدية بديلة حاولت إيجادها خطر شديد محدق بهم في هذا المكان سواء كان من أمطار الشتاء الذي من المتوقع أن تدخل عليهم في فصل الشتاء فاكتشفنا يعني أوضاع صعبة برحيل أختهم الشهيدة أمام عيونهم هذا للأسف واقع عائلة من مئات الألاف من العائلات الفلسطينية التي خوصرت ولا زالت واستشهد عدد من أفرادها ولا زال من العائلات أيضا سواء كان في شمال قطاع غزة أو في وسطه أو في جنوبه هذه نهاية جولتنا كنت معكم أنا علاء أبو معمار لقناة الجزيرة مباشر خانيونس فلسطين